التوحيد تقدم لكل عملائها. أهم المعلومات يجب الأخذ بها. الغش في الاكتاكيت سواء من الشركات أو الموزعين أو الأهالي. النهاردة فيديو مهم الدن عن إزاي تفرز كاتكوتك بنفسك وما تسمعش أي كلام يتقالك غير اللي تشوفه بعينك. الكاتكوت الصح هو أساس الدورة الصح. تعالوا سوا نعرف أهم مواصفات الكاتكوت. الصح اللي لو لقيتها تاخد الكاتكوت وإنت مغمض، ولو ما لقتهاش رجع الكاتكوت فوراً. ون، وزن الكاتكوت الصح الصالح للتسمين يتراوح ما بين 40 و 45 جرام. حط عشر كاتكيت علي ميزان وأقسم الناتج علي عشرة. اثنين، لابد يكون الزغب لامع وجاف تماماً وما فيهوش أي التصاقات أو أوساخ. ثلاثة، أقلب الكاتكوت علي. كف إيدك، المفروض الكاتكوت الجيد يتعدل فوراً. وإذا أخد ثلاث ثواني، فهو كاتكوت متوسط الجودة. أربعة، فرز البطن للتأكد من عدم وجود التهابات السرة. لو لقيت التهابات سره، ارمي الكاتكوت، فوش اللي جابهو لك؟ خمسة. فرز حجم البطن، إذا كانت ضخمه، ده معناه أن كيس ألمح لسه زي ما هو. وده بيعمل مشاكل معويه كتير بعد كده. إثناء الدور، برضو ما تستلمش الكاتكوت. ستة، فحص المفاصل، إذا كانت محمرة، ما تستلمش الكاتكيت. سبعة، فحص طرف المنقار، إذا متسخ ولونه غريب، ما تستلمش الكاتكوت. ثمانية، فممكن تئيس الكاتكوت هداء في المزارع الكبير لمعرفة عمر الأمهات بنسن. من طرف المنقار لطرف الصباع الأوسط، علي مسطره، إذا الطول من ثمانية عشر إلى سبعمائة تسع عشر سم، فدب الشاير غير مرغوب فيه. إذا الطول من تسعة عشر إلى عشرين، ده كتكوت ممتاز للتسمين لأمهات، فقمة إنتاجها ومناعتها. إذا أكتر من عشرين سم، فالأمهات كبيره، فالسن ذات مناعات منخفضه ما تستلمهوش، وابعد منه خاء آلس. تسع، نقطه مهم جداً. تجانس الكاتكوت، فالشكل والحجم، عشرة حيوية ولمعة العيون، مفيهاش أي إفرازات، ومتيقظ ولامعة. دول أهم عشر نقط، والسر في نجاح دورتك لازم لكتكوت الصح يكون عنده على الأقل تسع نقط من دول مزبوطة. إذا استفدت من المعلومة، شارك بيها وفيد بيها غيرك. وتابعنا على صفحتنا لكل جديد ومفيد، مع التوحيد دائماً مستفيد.